استقبل نائب مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفون فاجون لمناقشة مستجدات الوضع اليمني والمساعي الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام بالإضافة إلى أمكانية تجديد الهدنة في ظل التعنط الحوثي المستمر وإمعانه في تعميق المعاناة الإنسانية وجد المحرمي تمسك المجلس الرئاسي والحكومة بمبدأ السلام وتقديم الحل السلمي من خلال موافقة الشرعية على قبول تجديد الهدنة كمدخل لإيقاف الحرب وإحلال السلام تجنب اليمن مزيدا من الخراب والدمار وقال المحرمي أن وضع لا سلام ولا حرب غير مقبول ولا نسمح باستمراره ولدينا خيارات قاسية ومريرة على الميليشيات الحوثية مشددا على أهمية الدور المطلوب من المجتمع الدولي في الضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بترك السلاح والدخول في عملية سلام والكف عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ودى الأمن والسلم الدوليين من جانبه جدد السفير الأمريكي دعم بلادي للمجلس الرئاسي لتحقيق السلام الدائم في اليمن وإنهاء الحرب مؤكدا تقديم كل الدعم للشعب اليمني وخاصة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي